صراع طويل في العراق بين القوات الحكومية وميليشيات الحشد من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى ترك إرثا مدمرا لا يتعلق بالأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والخدمات فحسب وإنما بالدمار الذي حل بنفوس المدنيين ومن بينهم جيل المستقبل هؤلاء الأطفال تقرير لمنظمة جيس في الإيطالية للإغاثة الإنسانية عن حال المخيمات في محافظة نينوة يسلط الضوء على حرمان معظم الأطفال من التعليم أريدوا عن المدرسة وما يخلوني أفوت وما عندي جنسي وما يخلوني أفوت عقاب جماعي حكومي يطارد المدنيين حتى في مخيماتهم ويمنعهم من حق الحصول على أوراق ثبوتية بدلا عن تلك التي فقدت في ظروف ما عادت خافية على أحد تلك سياسة تجسد أبشع أنواع عقاب المواطنين حين يجردون مما يدل على هويتهم أنا لا أستطيع أن تضع على هوية لأن مرنا الظروف داعش وتشوف أصدقاء تروح على المدرسة وجيران يروحون على المدرسة وتجي الهبابة يروح على المدرسة أقول بنتي الله كريم وما عدني مكاني أن يطلع أوي لتشوف حتى يردون مبلغ كثير مني هو ما أقدر على هذا المبلغ لأكثر من ثلاث سنوات لم يتمكن معظم الأطفال النازحين من الذهاب إلى المدرسة وحتى اليوم لا تسمح الصعوبات والعوائق الاقتصادية بل وحتى بعض القوانين وإجراءات الحكومة للعائلات بتعليم أبنائها حال لا يقتصر على من هم في المخيمات فحسب فحتى الذين خارجها يعانون صعوبات التعليم ذاتها بل إن مخصصات الموازنة لوزارة التربية لا تفي بأقل متطلبات التعليم من ناحية الأبنية والوسائل إنها سياسة تجهيل الشعوب وإغلاق أبواب المعرفة أمام الأجيال لتضمن الطبقة السياسية الحاكمة استمرارها في بلد كم حاولت ومعها سادتها خلف الحدود إطفاء أنوار العلم فيه ترجمة نانسي قنقر